موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء المشاهدين والمتابعين منارة العلم انجلش فوريو طلبة الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم دلوقتي بنزل لكم فيديو متجمع فيه 100 سؤال بإجابتهم على الوحدة الأولى بعد ما لنزلنا شرح وتلخيص سريع للوحدة الأولى ولأهم التعريفات والموضوعات اللي جات في الوحدة الأولى أول ما تشوف الفيديو بتاع الشرح بتاع الوحدة الأولى وتلخيص الدروس تلخيص مبسط الفيديو مدته حوالي نص ساعة بعده هتشوف 100 سؤال وإجابة بتوع الفيديو ده اللي هو مدته حوالي 16 دقيقة هتكون كده لميت الوحدة الأولى بكل النقاط المهمة اللي بتيجي فيها وكل الأسئلة اللي بتيجي فيها هتلاقي المادة بسيطة جدا وتخلصنا من كم هائل من المعلومات المش مفيدة وأخذنا المعلومات المفيدة اللي بيركز عليها اللي امتحانه اللي بتكون موضع للأسئلة هنبدأ معانا 100 سؤال بإجابتهم في مادة الدراسات الاجتماعية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب يلا مع بعض نشوف أول أسئلة من 100 سؤال على الوحدة الأولى في مادة الدراسات الاجتماعية منهج حديث للصف الرابع الابتدائي دلوقتي إحنا معانا 100 سؤال دراسات اجتماعية للصف الرابع الابتدائي بالإجابات بتاعتهم على الوحدة الأولى عن طريق الأسئلة والإجابات بتاعتها ده هيلخص لنا الوحدة ويفهمنا أي معلومة كانت تيها عننا ويورينا نوعية الأسئلة وشكلها بتكون إزاي هنبدأ ونقول سؤال الخريطة زي ما احنا شايفين كده الخريطة قدامنا عليها الأرقام رقم واحد بيبقى البحر الأحمر اللي هو موجود على الخريطة قدامنا أهو رقم واحد بيكون البحر الأحمر فوق كده بيكون البحر المتوسط وبلاقي طبعا أن البحار بيكون لونها متلون باللون اللبني أو الأزرع عشان لون الميا بعد كده نمرى ثلاثة بيكون دولة السودان في جنوب الخريطة ونمرى أربعة بتكون دولة ليبيا نمرى خمسة محافظة القاهرة نمرى ستة بتكون وردة البصلة أهي علامة البصلة نمرى ستة نهر النيل بيكون نمرى تسعة الشريان بقى اللي نازل كده من محافظة القاهرة ده بيكون نهر النيل خليج العكبة بيكون نمرى ثمانية اللي هو عند البحر الأحمر البحر الأحمر كده بيبقى عنده أرنين كده واحد منهم بيكون عند قناة السويس وخليج السويس والتاني بيكون خليج العكبة عندي نمرى 11 بحيرة ناصر نمرى 11 بحيرة ناصر ونمرى 10 لجنب بحيرة ناصر دي بيكون السد العالي نمرى 12 بيكون خليج السويس ونمرى 14 بتكون قناة السويس اللي هم عند البحر الأحمر هم بنبدأ الأول بقناة السويس وتحتيها بشوية بيكون خليج السويس عندي شبه جزيرة سيناء وده بيكون نمرى 15 أهي الحتة دي اللي هي عند البحر الأحمر كده من فوق ده بيكون شبه جزيرة سيناء أجبر محافظات مصر طبعا بتكون محافظة الوادي الجديد احنا ممكن نرسم الخريطة اللي ولدنا شكلي كاركاتيري كده عشان يعرفوا ونفهمهم إنه في أقصى الشمال بيكون البحر المتوسط أقصى الجنوب بيكون محافظة بيكون دولة السودان على الجانب الغربي دي الخريطة زي ما احنا شايفين كده بيكون البحر الأحمر والبحر الأحمر بيكون ليه أردين كده واحد منهم اللي هو بيكون خليج العقبة والتاني بيكون خليج السويس ثم قناة السويس وفوق البحر الأحمر بيكون شبه جزيرة سيناء وبعرفهم إنه أكبر محافظات مصر بتكون محافظة الوادي الجديد وكده هم عارفين الخريطة وعارفين طبعا إن السد العالي بيكون عنده بحيرة ناصر وبتكون المنطقة اللي فوق اللي هي تحت البحر المتوسط عطول بيكون منطقة الدلتة بعدها الكاهرة وعلى امتداد الكاهرة بيكون نهر النيل خريطة تانية بتتكلم عن الكارات زي ما احنا شايفين كده معنا هنا بيكون كارة أسيا اللي هي رقم 17 تحتها كده كارة أفريقيا رقم 18 رقم 19 كارة أمريكا الشمالية ورقم 20 كارة أمريكا الجنوبية ورقم 21 هو كارة أستراليا أهي رقم 21 كارة أستراليا ورقم 22 اللي هو في أقصى جنوب الخريطة اللي هي كارة أنتراكيتا أو بنقول عليها أنتراكيا وعندي المحيط الأطلانتي اللي هو بيكون عند أمريكا الجنوبية بيكون عند أمريكا الجنوبية كده المحيط الأطلانتي وبيكون عندي المحيط الهادي رقم 25 المحيط الهادي اللي هو برضه عند أمريكا الجنوبية كده فوق أمريكا الجنوبية على طول بيكون المحيط الأطلنطي وجنبيها من ناحية الشرق بيكون المحيط الهادي عندي المحيط الهندي بيكون تحت قرية أسيا على طول أهو المحيط الهندي وده شكل من أشكال الخرائط اللي ممكن تجيلي كسؤال في الامتحان طيب بعد كده بيقول لي لو هسأل عن رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والألوان بمكياس رسم محدد يبقى أنا كده بعرف الخريطة يبقى من السؤال ده ممكن أحفظ تعريف الخريطة إن الخريطة هي رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والألوان بمكياس رسم محدد بيقول لي بقى برضو نستنتج من خلاله ما تحتوي الخريطة من بيانات يبقى أنت بتكلم عن عنوان الخريطة يبقى من خلال السؤال ده وتقدر أحفظ عنوان الخريطة اللي هو بتستنتج من خلاله ما تحتويه الخريطة من بيانات بعد كده بتكلم عن أدوات الرسمة أو مكياس الرسم لما بنقول أرادة جميلة رسم نهر النيل في ورقة صغيرة فأي من عناصر الخريطة الثلقاتية هتستخدمها هي عايزة ترسم نهر النيل فهي كده محتاجة مفتاح الخريطة ولا مكياس الرسم طبعا هي كده محتاجة مكياس الرسم توضح الجهات الأصلية والجهات الفرعية طبعا وردة البصلة البصلة هي اللي بتوضح الجهات الأصلية والجهات الفرعية والجهات الأصلية اللي هي الشمال والجنوب والغرب والشرق والجهات الفرعية اللي هي الشمال الشرقي والشمال الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي لما يجي يقول لي أي من الاتجاهات الآتية فرعيا الشمال ولا الغرب ولا شمال الغربي طبعا الشمال والغرب دي جهات أصلية إنما الشمال الغربي هو الجهة الفرعية السؤال اللي بعد كده بيقول لي لما يجي يقول لي النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة ده كده مقصود بإيه؟ مقصود بمكياس الرسم يبقى ممكن من خلال هذا السؤال إن أنا أحفظ أو أفهم التعريف بتاع مكياس الرسم وأقول مكياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة بيقول لي يعرف خط الطول الرئيسي به بنقول عليه خط greenage بنقول عليه دوائر العرض اللي هي بتبقى دوائر الاستواء انما بنقول عليه خط طول اللي هو بيكون خط greenage بتتخذ شكلا افقيا وتقسم الارض شمالا وجنوبا طالما بتاخد شكل افقي يبقى دوائر العرض انما لو اخذت شكل طولي بتبقى خطوط الطول يستخدم الجيش ايه في تحديد المواقع الحربية طبعا بيستخدم الخريط عشان يحدد المواقع الحربية بيستخدم ايه الخريطة في تحديد ملكية الأراضي الزراعية طبعا الفلاح بيستخدم الخريطة في تحديد ملكية الأراضي الزراعية بيعد اتجاه ايه عكس اتجاه الشمال طبعا الجنوب انا عندي الشمال عكسه الجنوب والجنوب عكسه الشمال والشرق عكسه الغرب والغرب عكسه الشرق طب يمكن التقاط الصور الفضائية باستخدام ايه طبعا انا واخدها في تكنولوجيا المعلومات واخدها برضو في مادة الدراسات الاجتماعية ان يمكن التقاط الصور الفضائية باستخدام الاقمار الصناعية طيب تم حفر قناة سيزوستريت في عهد الملك مين طبعا احنا حفرنا قناة سيزوستريت في عهد الملك سونسورت الثالث حفرت قناة السويس بسواعد مصرية حفرت قناة السويس بسواعد مصرية قناة السويس بتربط بين ايه قناة السويس بتربط بين البحرين البحر الاحمر والبحر المتوسط احنا لو جينا كده للخريطة بتاعتني الخريطة الاولى احنا كده لو جينا للخريطة بتاعتنا الخريطة الاولى اهو احنا شايفين اهو رقم 14 على الخريطة هي قناة السويس اللي هو في اعلى البحر الاحمر وفي اخر البحر المتوسط فهنلاقي ان قناة السويس هاي بتربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط نرجع للاسئلة بتاعتنا بعد كده بيقول لي كل ما يلي من المصادر الأولية معادة طبعا الأبحاث الأبحاث من المصادر السانوية إنما المصادر الأولية كانت منها النقوش ومنها البرضيات يبقى كل ما يلي من المصادر الأولية معادة يعني عايزني أختار من هنا الحاجة اللي مش من المصادر الأولية فهقول له الأبحاث مادة العلوم أجمل من مادة الدراسات لما حد يقول مثلا أنا بحب العلوم أكتر من الدراسات أو رأيي أن العلوم أكبر من الدراسات فدي حقيقة ولا رأيي لا ده رأي لأنه بيختلف من واحد لواحد تاني في واحد موافق عن رأيي ده في واحد تاني شايف أن الدراسات أحلى من العلوم فأنا كده بتكلم عن رأيي يوجد في مصر تمثال أبو الهول دي حقيقة ولا رأيي لا دي مش حقيقة ولا مش رأيي لا هي طبعا حقيقة مش رأيي لأن طبعا تمثال أبو الهول موجود في مصر طيب برضية إبريس في الطب تعتبر مصدرا أوليا الحقائق هي معلومات تم التأكد من صحتها إنما طبعا الأراء دي بتكون وجهات نظر من كرات العالم القديم كارت أفريقيا من كرات العالم القديم كارت أفريقيا يوجد بالعالم خمس محيطات يشمل اليابس القرات دولة مصر هي الدولة الوحيدة التي تلتقي فيها قرات أسيا وأفريقيا يحيط اليابس من مصر من جهتي الغرب والجنوب يحيط البحار من مصر من جهة الشمال والشرق يحيط البحار من مصر من جهة الشمال والشرق تعال نتأكد من الكلام دوته ونفهمه عن الخريطة هي الخريطة بتاعتي البحر الأحمر عندي موجوده هو في الشرق والبحر المتوسط موجود في الشمال وآدي مصر يبقى إذن فعلا يحيط البحار بمصر من الشمال وهو اللي هو البحر المتوسطه من الشرق اللي هو البحر الأحمر تمام السؤال اللي بعد كده يبلغ عدد قرات العالم سبع قرات يبلغ عدد قرات العالم سبع قرات تقع مصر في قرة أفريقيا تحد مصر من جهة الجنوب دولة السودان إحدى قرات العالم القديم والتي لا تقع بها مصر هي أسيا تربط قناة سويس حاليا بين البحرين الأحمر والمتوسط تقع مصر في الركن الشمال الشرقي من كارت أفريقيا أكبر محافظات مصر من حيث المساحة هو الوادي الجديد وأصغر محافظات مصر من حيث المساحة هي دوميات تتكون مصر من 27 محافظة من محافظات الحدود مدينة مطروح يحد محافظة القاهرة من الشمال محافظتي الشرقية والكاليوبية تتركز معظم الوزرات في محافظة القاهرة لأن هي العاصمة يقام مهرجان القاهرة السينمائي في محافظة القاهرة يقوم نظام الجي بي اس بتحديد مواقع الأماكن المختلفة بواسطة مجموعة من الأجمار الصناعية يحد محافظة القاهرة من جهة الشرق محافظة السويس من محافظات الوجه القبلي محافظة الجيزة تعد محافظة القاهرة هي عاصمة مصر حي الأسمرات تم إنشاء بحي المكتب لنقل سكان المناطق الخطرة يدل اللون الأبيض في عالم مصر على السلام ويدل اللون الأسود في عالم مصر على الظلم الذي تعرضت له مصر كان شكل العلم في عهد محمد علي باشا هلال ونجمة واحدة وكان شكل العلم في عهد الخديوي إسماعيل سلاس هلالات وسلاس نجوم وتتوسط عالم لبنان شجرة الأرز يتوسط عالم مصر طائر النسر كتب النشيد الوطني لمصر يونس القاضي تم وضع حجر الأساس القاهرة على يد جوهر السكولي تحتفل محافظة القاهرة بعيدها القوميوم السادس من يوليو ألف كتاب شخصية مصر هو جمال حمدان كل ما تم نقشه أو تدوينه ويرتبط بزمن وكوع الحدث هو مصدر أولي يبقى من السؤال ده أقدر أعرف تعريف المصدر الأولي اللي هو كل ما تم نقشه أو تدوينه ويرتبط بزمن وكوع الحدث كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث هو مصدر سانوي يبقى من التعريف ده أقدر أعرف أن المصدر السانوي هو كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث معلومات أو أحداث تم ثبوت صحتها والتأكد من دقتها هي الحقائق الحقائق هي معلومات أو أحداث تم ثبوت صحتها والتأكد من دقتها طب تعبير عما يشعر به أو يفكر فيه الشخص وقد تكون صحيحة أو خطأ هو الرأي الرأي هو تعبير عما يشعر به أو يفكر فيه الشخص وقد تكون صحيحة أو خطأ حفر الملك قناة سيزوستريت لتربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر نهر النيل تعد الكتب والموسعات والأبحاث من المصادر الثانوية لما أجي أتكلم عن تعريف القرات بقول هو مساحة واسعة من اليابس تضم مجموعة من الدول قرات العالم الجديد هم أربعة اللي هم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقرة الكتبية الجنوبية إنما قرات العالم القديم هم آسيا وأفريقيا وأوروبا وبكده إحنا عندنا سبع قرات تقع مصر في الركن الشمال الشرقي من قرات أفريقيا وتقع مصر في قلب العالم القديم زادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس نهر النيل هو العامل الرئيسي لقيام الزراع والحضارة المصرية القديمة أدت قناة السويس الجديدة إلى تقليل زمن الرحلة من نحو تسع ساعات مساحة الأرض تضم مجموعة من المراكز أو الأحياء دي بتبقى تعريف المحافظة المحافظة هي مساحة من الارض بتضم مجموعة من المراكز او الاحياء محافظة الجيزة دي بيحد محافظة القاهرة من الجنوب او الغرب بتبقى محافظة الجيزة محافظة الجيزة بتحد محافظة القاهرة من الجنوب او الغرب محافظة القاهرة هي نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه الكبلي قطعة كماش مستطيلة الشكل بها ثلاث ألوان بيعبر كل منها عن معنى محدد ده تعريف العلم لحن الفنان المصري سيد درويش النشيد الوطني رمز للدولة يرتبط بتحية العلم هو النشيد الوطني علم الجمهوريات العربية المتحدة يمثل الوحدة بين مصر هو سوريا وليبيا كده أنا خلصت معاكم ملخص سهل وسريع مبسط لمادة الدراسات الاجتماعية انتظروني في فيديوهات تانية هنازل لكم ملخص سؤال وإجابة وملخصات تانية هتسهل لكم المادة خالص أنا تحت أمركم في أي حاجة تبسط عليكم السنة وتحت أمر أولياء الأمور في أي حاجة تساعدهم استنية الكومنس بتاعتكم أي أراء أي انتقادات عشان نغير القناة للأحسن وعشان القناة تعجبكم من فضلكم ساعدونا في أن القناة بتاعتنا تجبر وتفيد أكبر عدد ممكن من الطلبة وزكاة العلم اللي احنا بنعملها توصل إن شاء الله للميع شكرا على حسن الاستماع كانت معكم قناة منارة العلم إنجلش في ريو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة